اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تعليم برنامج اكسز في المحاضرة السابقة عملنا هذا الفورم الخاص بالبيانات الاساسية في هذه المحاضرة رح نعمل فورم اخر لدرجات الطلاب وفورم للفحص الطبي ورح نعمل فورم وسيط نسميه الصفحة الرئيسية او الواجهة الرئيسية ورح نتعلم كيفية ربط جميع هذه النماذج طيب الان رح نعمل فورم خاص بالفحص الطبي طبعا نجي من انشاء نموذج فارغ وطبعا نجي الى وضع التصميم وكليك ايمن خصائص النموذج وطبعا من بيانات مصدر اسجلات نضغط على هذا الخيار ورح نختار الفحص الطبي جيد الان اصبح الربط متكامل بين فورم الفحص الطبي وجدول الفحص الطبي الان رح نضيف العناصر طبعا من تصميم واضافة حقول وطبعا رح نختار كل هذه الحقول ورح نضيفها بهذا المكان جيد الان فقط انه رح نخلي العملية باللغة العربي طبعا مثل ما تعلمنا طبعا للسرعة ما رح اهتم كلش بالترتيب هذه هي الطريقة رح نحدد الاسماء او العناوين وطبعا من ترتيب ونجي الى محاذات والى اليمين هذه هي الطريقة الان هذه هي الاجزاء ايضا من محاذات الى اليمين بهذه الطريقة جيد الان رح نضيف عنوان طبعا من انشاء او من تصميم افوا نضيف هذا الجزء اللي هو الاي ورح نكتب هنانا استمارة استمارة الفحص الطبي وطبعا من الصفحة الرئيسية نرجع نضغط هنا نكليك ورح نختار فونت مثلا نختار فونت الجزيرة مثلا الجزيرة بولد وممكن يكون احمر ورح نكبر حجم النص وممكن 24 هواي وممكن 20 وطبعا توسيط جيد الان رح نظهر خصائص النموذج وطبعا من غير ذلك منبثق رح نخليه نعم ورح نحفظ هذا النموذج رح نسميه البحص الطبي نجي نعرض هذا النموذج لاحظ انه هذا النموذج الخاص بنموذج البحص الطبي وعدنا هذا النموذج الخاص بمعلومات الطالب الاساسية الان رح نضيف نموذج فارغ وهذا النموذج رح يكون وسيط بين النموذجين طبعا كليك ايمن طريقة عرض التصميم الان رح نضيف ازرار طبعا من تصميم رح نضيف هذا اللي هو البوتوم او الزر فرح اخلي هنا الزر بهذه الطريقة وهذا الزر رح اخليه يفتح لي النموذج الخاص بالمعلومات الاساسية فاجي الى عمليات النماذج وفتح النموذج ومن ثم التالي رح اختار النموذج الخاص بالمعلومات الاساسية ومن ثم التالي طبعا رح اضغط على التالي هنا نعدي خيارين ياما اختار اكتب نص ياما اخلي صورة ايكون هذه الايكون هي الدلي على هذا النموذج طبعا في هذه المحاضرة رح نتعلم النص رح اكتب هنا المعلومات الاساسية ومن ثم التالي ومن ثم انهاء جيد واينا رح اصنع زر اخر هذا الزر رح يكون بهذه المنطقة وطبعا ايضا عمليات النماذج فتح نموذج رح اختار الفحص الطبي يعني هذا الخيار رح يفتح لي الفحص الطبي ومن ثم التالي الناس ورح اكتب الفحص الطبي التالي ومن ثم انهاء جيد ايضا هنا نكليك ايمن خصائص النموذج ومن غير ذلك رح اخلي هذا النموذج منبثق نعم ورح احفظ النموذج اسميه الصفحة الرئيسية او الرئيسية بشكل مباشر جيد الان رح نجي نعرض هذا النموذج اللي هو الصفحة الرئيسية طبعا عندما نضغط على الفحص الطبي رح يفتح لنا نموذج الفحص الطبي وعندما اضغط على المعلومات الاساسية رح تظهر لنا مشكلة شون المشكلة طبعا المشكلة هي انه اسم الفورم اللي مرتبط مع هذا الزر هذا الفورم فورم اسمه باللغة العربية واسمه طويل فبالتالي رح تحدث عندنا هاي المشكلة طيب شون نعالج هذه المشكلة طبعا نضغط اكليك ايمن طريقة عرض التصميم طبعا نضغط على هذا الزر ونجي الى حدث او ايفنت بالانجليزي نضغط على هاي الثلاث نقاط رح نشاهد هذا الاسم اللي هو الاسم الطويل نجي نحفه بالدليت ومن هذا الخيار نختار اسم النموذج اللي يريده يرتبط مع هذا الزر واكيد طبعا هو استمارة البيانات الاساسية نحفظ هذا الايفنت وراح نغلقه لان رح نجي نعرض هذا الفورم من خلال طبعا نكليك ايمن طريقة عرض النموذج اذا لاحظوا هنانا عندنا الفحص الطبي وهنانا المعلومات الاساسية تعمل بشكل متكامل طبعا قدرنا نربط جميع النماذج من خلال واجهة تسمى الرئيسية رح نتبحر اكثر ان شاء الله في المحاضرة القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى